المبادئ الأساسية اللي كنا نعتمد عليها والتصور دينا أو المقاربة للإصلاح احنا كنا نعتبره هذا إصلاح تحويلي لأنه كانت إصلاحات كثيرة وعادة بعض الزملاء أو بعض الفعاليات كيقولون نارا من دائما احنا تنهضروا على هذا الإصلاح وشن الفرق بين هذا الإصلاح وهذا الشيء يداز فالجواب في اعتقادنا أنه كانت هناك إصلاحات تقنية وجزئية وقطعية لكن لم يسبق لم يسبق في تاريخ المغرب أن طرح تصور أو مقاربة مندمجة لإصلاح تحويلي ما معنى الإصلاح التحويلي؟ هو الذي يمثل النموذج ولا يدخل تعديلات إصلاحية على النموذج نفسه نحن نسعى إلى أن نحدث إذا توفقنا وعبأنا شركاءنا الاجتماعي لأننا نعتمد على مقاربة تشاركية إذا مجحنا في هذا الورش سنقطعنا خطوات أساسية في الانتقال إلى نموذج جديد للإدارة وللوظيفة العمومية أيضاً لذلك فإحنا في الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة اللي اعتمدت الحكومة وضعنا واحد البعد الأساسي اللي هو البعد التواصلي لا بد أن نخبر وسائط الاتصال والصحافة الوطنية مشكورة اللي كتب بعد الورش بمهنية لا بد أن نخبرها لكي تبلغ الرأي العام يعني ماذا نحن بصددها ماذا نعتمد شما هو تشخصنا وشما هي المنطلقات والمبادئ الموجهة لهذا الإصلاح وشما الغاية دياله والمسارات اللي غاد يمشي فيها باش مختلف القطاعات الرأي العام بما فيهم من شركاء اجتماعيين نقابات جمعية مهنية مرتفقين بصفة عامة مناضلين حقوقيين جمعويين يكونوا على بينة ويساهموا وهذا شيء غا يمكنهم كلما كتب عندهم المعلومة جيدة يساهموا في الشئ العام بشكلين إيجابي وفعال باش ما يوقعش واحد اللوبس لأن هذا هو رش خصنا نخرطفه كنا لأنه غادي نعاكس على الإدارة وغاين عاكس على الموظف وغاين عاكس على المواطن لذلك كنا حارسين نديروا هاد هاد اللقاء لأننا اعتبرنا أنه تراكمت لدينا بعض المعطايات الأساسية وبعد ما حضينا بشرف الرعاية الملكية المنتدى ديال الوظيفة العمومية العليا وكذلك الرسالة الملكية القوية اللي خلت أصداء جيدة ومعبئة لدراء العام قلنا لابد أن نلتقي بكم مجددا باش نقدموا لكم الخلاصات ديال هاد المنتدى أيضا نوضعكم في الصورة للاستحقاقات المقبلة المواعد المقبلة اللي عندنا في مقدمتها جمع لأول مرة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد بعد ما اكتملت الشروط من عقد هذه اللجنة وعين السيد رئيس الحكومة ممتل المجتمع المدني والقطع الخاص في هذه اللجنة قد نجمعها في شهر في بداية شهر أبريل المقبل وكذلك واحد العدد الإجراءات نحن نضع اللمسات الآخرة عليها هي لفائدة الموظفين كالتعلق بالجانب الاجتماعي يعني النهوض بالأوضاع الاجتماعي هناك نصوص قانونية وتنظيمية مهمة في هذا الجانب وكذلك حل تفضل فيه نحن الآن كنوضع اللمسات الآخرة نوح المخطط مديري للتحول الرقمي للإدارة العمومية في المغرب هذا ورش كبير مهم جدا الوزارة عند اختصاص ضمن اختصاصات المساهمة في تطوير الإدارة الإلكترونية في المغرب كين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار واقتصاد الرقمي وكين وكالة التنمية الرقمية هي فاعل أساسي في هذا المجال بصفة عمية تحول رقمي في الصناعة والتجارة والإدارة ونحن نقوم بدور تنسيقي لتحقيق مزيد من الالتقاء ومن الانسجام في التحول الرقمي للخدمات الإدارية في المغرب وهذا المخطط المديري هو أدات لتحقيق هذه الالتقائية وهذه الفعالية في تسريع وثيرة رقمنات الخدمات الإدارية لمزيد من الفعالية والشرفاتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر